اشتركوا في القناة تتعلق ببعض السياقات والقضايا وأعتقد أنها قد أحسنت صنعا بالانتباه إلى هذا التوتر الحالي وتخصيص هذا اللقاء لمناقشته وأتمنى أن تتلوه نقاشات أخرى لتوضيح الرؤى وأيضا لإبداع تصورات جديدة للعلاقة بين المغرب وفرنسا بالطبع هذا النقاش يجري في إطار سياق يعرف توطرات إقليمية كبيرة ونوع من التصعيد على مستوى شمال إفريقيا بين المغرب والجزائر وتونس يعرف أيضا توطرا بين فرنسا ودول جنوب الصحراء وخاصة مالي والنيجر يعرف توطر علاقة فرنسا مع المغرب وبالطبع هناك نوع يلاحظ نوع من تصاعد خطاب إفريقي يطالب بإعادة تأسيس أو إعادة النظر في العلاقة بين إفريقيا وفرنسا وأتذكر هنا لقاء مهم جدا جرى بين الشباب الإفريقي وبحضور رئيس الفرنسي وكانت كلماتهم في غاية القوة وغاية العمق وغاية الدقة كذلك وتوتر أيضا واستمع إليها ماكرون بإمعان وأعتقد أن أصوات الشباب الذين عبروا عن مواقفهم في ذلك اللقاء أمام رئيس الفرنسي إنما تعبر في الحلقيقة عن تصور إفريقيا لمستقبلها باعتبار أن لديها من الطاقات الكثير ولكنها مكبوحة في ضل منظومة علاقات لم تعد مرضية بالنسبة للأفارقة كذلك الاتفاقية التولاتية التي وقعها المغرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل أعتقد أن لها دور مهم في توتر العلاقات المغربية الفرنسية خاصة بعد أن تلاها نوع من التفاهم بين المغرب وإسبانيا بشكل الذي تبعتموه والذي جعل فرنسا تشعر بأنها لم تعد في طليعة المشهد في العلاقة الخارجية للمغرب رتب المغرب علاقته مع هولندا رتب علاقته مع ألمانيا ورغم التصعيد مع الجارة الشرقية الجزائر لكن فرنسا شعرت بأنها بالنسبة لتاريخ علاقتها بالمغرب وتاريخ تبادلات مع المغرب شعرت بأن هناك خضة معينة أصبحت تطرأ على الساحة فيما يتعلق بهذه العلاقة هناك مسلسل التوترات رفض المغرب قبول المطرودين من فرنسا وهم في وضعية غير نظامية قرار فرنسا حرمان 50% و77% من المغرب من الفيزا إخوان تطرقوا لهذا توقيع الاتفاقية التولاتية لأزعجة فرنسا تقارب الربط ومدريد جعل المبادلة مع فرنسا تتراجع مقارنة بإسبانيا تسوية الخلاف مع هولندا ألمانيا ثم زيارة ماكرون للجزائر مؤخرا وأيضا منافسة الشركة المغربية للشركة الفرنسية داخل إفريقيا بعض الأرقام كتقول بأنه في تمانية دول إفريقية ثلاثة بنوك مغربية واخد 21% من المارشي وفي مالي وحدها البنوك الثلاثة اخدت ما بين 45% و50% وهذا شيء من المؤكد أنه سيزعج بطبيعة الحال الرأسمال الفرنسي والشركات الفرنسية ثم هناك تزايد الوعي بالطابع الاستغلالي للشركات الفرنسية في عدد من البلدان ثم مؤخرا نشر بعض المعطيات السلبية حول المغرب من طرف وسائل إعلام فرنسية ومن أختارها الترويج بأن الفصفات المغربي فيه مواد سامة وتقديم دراسة من لابو يعني من مختبر معين حول هذا الأمر بالطبع أعتقد بأن هناك دور للنخب الحكيمة في ظل هذا الوضع المتوتر وهو التفكير في بدائل التصايد ولهذا المؤسسة فكرت في هذا اللقاء هناك ضرورة إعادة التفكير في فرنسا وعلاقتها بمستعمرتها هناك موجة لمحاولة تصفية ماض فيه من السلبيات ومن الإيجابيات كذلك ثم هناك واحد النقد مهم الآن والسيل حسن أشار إلى هذا للنموذج الفرنسي سواء النموذج الاقتصادي أو السياسي أو التقافي المغرب تبنى النموذج الفرنسي لموديل جاكوبان دولي تاناسيون غبى الاستقلال وكان هذا النموذج بالنسبة للمغرب في ذلك الوقت مهما لماذا؟ المغرب كان بلاد السيبة بلاد المخزن كان هناك سيرع بين القبائل والمخزن المركزي كتجي الدولة الوطنية بمؤسساتها الحديثة من 1956 صبحنا في إطار دولة حديثة النموذج الفرنسي بالطبع تقوية الدولة المركزية الوطنية النموذج التقليدي كان مهم في بداية الاستقلال أن نأخذنا النموذج الفرنسي لكن مع مرور العقود بدكيبان بأن النموذج الفرنسي لا يطابق لحقيقة المغربية لا في التاريخ ولا في الواقع المغرب فرنسا دستوريا لكيقول بينما المغرب هو بلد التعددية ليس في اللغة فقط بل في الديانات في التقافات في العناصر الحضارة المختلفة وأدى الأمر إلى تأزم النموذج الفرنسي للدولة في أدهان نخب المغربية وبدأ النقد فعلا يوجه لنموذج في التعليم نموذج الاقتصادي نموذج المقاولة إلى غير ذلك وعلى النخبة الفرنسية شعرت بهذا لأن هناك الخطاب بدون شك شفته كاملين خطاب الرئيس ماكرون أمام صفراء فرنسا صفراء دي الفرنسا عبر العالم لما قال حرفيان، je cite, nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale le monde assiste à l'émergence de nouvelles puissances dont nous avons longtemps sous-estimé l'impact هذه هي كلمة ديالماكرون التي تقدمها على تقواصع في إفريقيا سواء في شمال إفريقيا أو دول إفريقيا جانوب الصحراء تناولتها السحفة بشكل كبير واعتبرها أنها تؤكد هذا التصور النقدي لتوجهه للنموذج الفرنسي بالطبع كتربطنا بفرنسا نوع من ما أسميه أبوة تقافية كانت هناك نوع من الأبوة التقافية يشعر بها المغاربة تجاه فرنسا كلنا بشكل من الأشكال سواء كنا معربين أو فرانكوفونيين بشكل من الأشكال لنا نوع من البنوة تجاه فرنسا لأننا أبناء فلسفة الأنوار تعلمنا جميعا من ديكارت شيء الكثير تعلمنا من ديدروم، مونتيسكيو، غوسو إلى آخره هذه الناس تركوا فينا بصمات قوية في أدهاننا وشخصياتنا ونظرتنا للعالم وبالطبع الفلسفة الفرنسية طبعت التعليم المغربي والجامعة المغربية بشكل قوي وهذا كان له الفضل في ظهور نخبة مغربية حتى في المجال الأدبي لأبدعة الكثير في اللغة الفرنسية ولكن في التقافة المغربية في فضاءات مغربية وشخصيات مغربية إذن هناك اعترف بأبوة تقافية لفرنسا ولكن هناك أيضا نوع من النقد والتحفظ على سلوكها الاستغلالي لسماس الحسن نيو كولونياليزم أو الاستعمار الجديد هناك عدم توازن في تدبير الإرت الاستعماري عند المغاربة بين الدولة الحامية في مقابل استغلال الاقتصادي وهيمنة تقافية واليوم أعتقد أن علينا أن نعيد التفكير لإعادة التوازن وأتذكر هنا كلمة لأحد السياسيين الباكستانيين مهمة جدا وهو عمران خان لما قال يحرمك الاستعمار من احترامك لذاتك والاستعادة هذا الاحترام عليك أن تعمل على إعادة التوازن مع الآخر يعني كلمة عميقة جدا ومهمة وهذا هو ما ينبغي أن نقوم به كنخب مغربية لابد من إعادة التوازن للعلاقة مع فرنسا ولكن لكي يتحقق ذلك لابد من إتبات الدات أمام الآخر ولإتبات الدات أمام الآخر وانتزاع الاعتراف منه لابد من الترصيخ الديمقراطي في التجربة المغربية لا يمكن أن تكون لنا هشاشة في الداخل ونطمح لعلاقات متوازنة عندنا فيها الكلمة الأستاذة ياسمين طرحت سؤال حول نموذجين للعلاقات وش علاقات ندية أو علاقات ديالي بخيفيلاج ديالي بخيفيلاج أو التمييزية أعتقد أن الطموح المغربة هو إقامة علاقة ندية مع فرنسا وفي إطار تفاوض ولكن بش تكون عندنا القوة للتفاوض لابد أن نقوم بإنجاح انتقالنا نحو الديمقراطية داخليا ما يمكنش تكون عندنا هشاشة وأن نطمح في علاقتنا بالآخر نكون أقوية أنا أعتقد أن هذه النقطة مهمة جدا نوع من النقد الداتي نقد الآخر ونقد العلاقة ونقد الدات أيضا أخيرا يعتقد بأن شمال إفريقيا ومنه المغرب عاش حضاريا واحد نوع من الإنسية العميقة في علاقته بالآخر واحد لومانيزم وهذه الإنسية بنت في واحد المسألة الأساسية أننا نرفض الغزاة نرفض الأجنبي أن يغزون عسكريا ولكن لا نرفض أبدا التقافات واللغات والأديان حربنا روما وكتبنا باللاتينية وحربنا البيزنطيين والوندال وكتبنا باللاتينية حربنا العرب الأمويين وتبنينا العربية حربنا الفرنسيين والإسبان واشتغلنا بالفرنسية وبالإسبانيا هذه نزعة إنسية حضارية عميقة في الدات المغربية وأعتقد أنها يمكن أن تكون مرتكز لإعادة التفكير في العلاقة المتوازنة مع فرنسا وأرى بأنه هناك يعني حاجة ماسة إلى لقاء دولي بين النخبة المغربية والنخبة الفرنسية يكون لها صوت مسموع في فرنسا لماذا؟ لأن النخبة الفرنسية مشغولة بموقع فرنسا بين أمريكا والصين وخطب الرئيس ماكرو نفسها تعكس هذا هناك تفكير في مستقبل فرنسا بين أمريكا والصين ولا تحضر الرهانات المتعلقة بجنوب المتوسط في خطاب النخبة الفرنسية وأرى بأنه نحن بحاجة إلى لقاء من هذا النوع مؤتمر دولي أو لقاء دولي تطرح فيه الإشكالية الكبرى وتسمح بتطبيق فكرة ماكرو بأنه لجموني occidental ينبغي أن تنتهي وأناه يفوط بسوزستمر لإمكانك تشعر لإمكانك تشعر للمشاهدة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم